مرحبا حبايبلي أصحاب برج الأسد شلونكم إن شاء الله تكونوا من خير التوقعات راح تكون عامة تشمل الصعيد العملي الصعيد الصحي العاطفي صعيد الأسرة وأيضا النصيحة وشنو الشي اللي أنت ما متوقع حدوثه وراح يحدث قبل ما أبدأ التوقعات سووا لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا كنتوا ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات خلونا نبلش التوقعات الأسبوعين الأخيرة مش طبعا برج الأسد البعض منعدكم ممكن يكون بداية السنة شوية ما كانت حلوة عليه أشوف أنه أكو أخبار صادمة أخبار مزعجة أنت مريت بها بالفترة السابقة البعض منعدكم ممكن يكون منتظر بالفترة الحالية كارما أو منتظر حق يرجع له من شخص أذى هواية فطاقتكم العامة حاليا أشوف أنه أنتو البعض منكم المتزوجين أشوف أنه أنتو دا تحاولون بالفترة الحالية تستعدون استقرار الأسرة أو أنه حتى البعض منكم ممكن يكون شان تارك البيت متباعدة بسبب زعل وبالفترة الحالية قاعد أشوف أنه أكو رجوع صاير أو راح يصير رجوع قريب كلش خلال هاي الفترة ولما العائلية راح ترجع وراح تستقر الأمور هاي بالنسبة لناس المتزوجين أما بالنسبة لناس اللي مرتبطين بعلاقات البعض من عدكم هشوف أنه أكو خبر يخص خطوبة أو زواج راح يأثر عليك بشكل مباشر خلال هاي الأسبوعين طبعا هاي الطاقة تقرى الناس اللي من فصلين اللي من فصلين أشوف أنه أكو خبر ممكن تكونون أنتو سمعتوه لأنه أنا هنا الطاقة العامة وهذا الخبر سمعتوه أكو خبر راح يوصلكم شوية محزن بداية هاي الأسبوع والخبر راح يأثر عليكم هوا طبعا القراءة هوني ترددت أنه أقراها أولا بس ممكن تكون هي رسالة لازم أوجهها الفئة معينة من عدكم لازم يوصلها هذا الخبر يجوز أنه أنا ممكن من أحتي هذا الشيء والشخص المقابل يعرفه راح تخف علي صدمة من يوصل الخبر وبس أنا أريد أن أشوف أنه البعض منكم فعلا وصل خبر زواج يخص شريك سابق شان بحياته وطلع منه وهذا الخبر كل جزعجة خاصة إذا كان الشريك اللي تتعاملونه يا شخص برجة ترابي برج الجدي واضح هنا وبرج الثور أو برج العذراء أشوف أنه آآ هذا الشخص راح توصلكم معنا أخبار ممكن أنه مشاكل عائلية أو موضوع زواج يخصه بالفترة الجاية راح يجيكم من عنده هاي بالنسبة للناس الملفصلين أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين وعلاقتهم زينة واللي خاصة عندهم مشاكل عائلية هي اللي معرقلة زواجهم أشوف أنه الوضع شوية كان معلق ولكن راح يبلش يمشي شوية شوية أنه أكو شخص طرف ثالث راح يدخل بالموضوع وهو يكون صورة حل البعض منكم أشوفه قاعد يفكروا بموضوع رجوع خاصة للناس اللي منفصلين المطلقين أشوفكم قاعد تتواصلون بالفترة الحالية أو تحاولون تواصلون للشريك حتى التطبون من عنده رجوع هاي بالنسبة للمطلقين أو حتى المنفصلين المرتبطين عاديهم تنطبق عليها ممكن ولكن هذا الشخص أشوفه ما أخذ قراره ولازم سيفه وما قاعد ينطيكم فرصة أنه تعبروله عن مشاعركم بهاي الفترة فحاولوا تأجلون هاي الخطوة يجوز بالأيام الجاية الأمور تتحسن هسا خلونا نبدأ بطاقة العامة قلت لك أخبار أخبار برج الأسد الأسبوع الثالث والرابع راح يكون عبارة عن أخبار أخبار يعني أشوف أنه أكو شخص راح يوصل لك أخبار خلال هاي الفترة هواية وأكو هواية أخبار هواية كلام هواية حتي بعض منكم حتى إشاعات ممكن يعني بإسمة تكون تأثر عليه من شخص وياه بالعمل شخص طاقة شوية طاقة عدم نضوش طاقة ثرثرة يحب الكلام يحجي هواية هذا الشخص وأشوف أنه أيضا البعض منكم ممكن يكون شان منتظر تواصل أو منتظر موضوع معين يعرفوا عنه شي راح يصير عندك وضوح وأكو شخص راح ينقل لك أخبار بهاي الفترة عن موضوع معين ومهما كانت هاي الأخبار أنا أشوف أنه هي بها صالح لك حتى إذا كانت سلبية للبعض مول كل طبعا البعض منكم ممكن يعتبروا أنه هذا الخبر سلبي بس هذا الخبر السلبي اللي راح تتلقى بعد هالأمور كلها راح تتحسن فأنت أكو عندك خبر سلبي راح تسمع مفاجئ خلال يعني من تاريخ مشاهدتك لهذا الفيديو ممكن ثاني يوم ممكن وراء ثلاثة يام أربعة يام أشوف أنه أكو خبر راح يجيك مفاجئ يعني أنت نايم وتقعد على حس رسالة أو اتصال شخص راح ينطيك خبر الخبر هيكون يعني نوعا ما سلبي ولكن هذا الخبر السلبي بعدها مباشرة أكو تغيير سريع راح يصير بحياتك التغيير راح يكون للأحسن من بعد خبر سلبي أنت راح تسمعه الأمور أشوفها راح تتحسن فالطاقة العامة قلت لك اللي منتظرين التواصل صار لكم فترة من شخص أو خبر عن موضوع معين خاصة إذا كان خبر يخص الأموال فأشوف أنه الخبر راح يجيكم والتواصل إن شاء الله خلال الأسبوع الرابع أما بالنسبة خلونا نشوف هسه طاقة العمل بالعمل أشوف أنه أنت قاعد تبدل هواية مجهود عندك هواية تعب من العمل اللي أنت بيه البعض من عدكم ممكن يكون تارك عمله صار لفترة وقاعد يفكر أنه ينتقل يعني بعمل جديد أو منتظر خبر على عمل هذا الخبر أشوفه راح يوصل أكو شخص راح يتواصل وياك ممكن يكون صديق والشخص هذا راح يكون أصغر من عندك بالعمر أشوف راح يجيب لك فرصة عمل أو راح يحكو يعني بموضوع يخص عمل جديد مشروع جديد أو شراكة جديدة أنت ويا راح تكونون بها أنت بداية الأمر ما راح تقتنع بس هي نصيحتك ذات تقول لك أنه حاول تنفتح الوجهات النظر الجديدة يعني إذا هذا الشخص ممكن يكون هو عمره مو مقلع بالنسبة إليك وإنت ما مقتنع أنه هو يكون شريكك أو حتى يعني يصير بينكم شغل بس أشوف أنه هذا الشغل بيخير إليك فلت تقطع فورا حاول أنه تفكر بهدوء بهذا الشغل اللي راح يجيك وتشوف إيجابياتها وسلبياتها وبعدها تقرر بالنسبة للعمل أشوف قلت لك أعدكم نوع من التعب بسبب العمل بهاي الفترة وهذا الشيء مأثر عليكم هواية لبعض من عدكم أشوفه ممكن يكون يعني هواية يقعد على الحاسبة والكمبيوتر يعني بصورة عامة وهذا الشيء مسبب له تعب بظهره بسبب هذا الموضوع فعني أنت دا تحس أنه أنت محتاج استراحة ومحتاج تأخذ رست من العمل بهاي الفترة لأنه هواية عليك مسؤوليات وهواية قاعد تتعبس يعني أمرك على الصعيد العمل يشوفها زينة ولكن احذر من بعض الناس اللي ممكن تكون قتلك يعني إذا صارت إشاعات إذا صار نقل الكلام فحاول أنه أنت توقف جهة محايدة لا تأخذ ولا تنطويهم بالحاجة لأن الموضوع بعدين يدور يدور ويرجع عليك بالنسبة للصعيد الصحي أشوفك على الصعيد الصحي يا برج الأسد لبعض من عدكم ممكن يكون كان يسوي عملية بالسابق قبل فترة قريبة وحاليا قاعد يبلش يستشفى منها أو يقوم يعني يحاول أنه يقوم على حيلة والبعض الثاني ممكن تكون عندك عملية خلال هاي الأسبوعين أو أنه وضعك الصحي ممكن يستوجب جراحة بسيطة ولكن يعني موضوع ما يخوف يعني هاي الورقة منتجية يعني معناها عملية بسيطة وسريعة ممكنت يعني كل محتاج عملية سريعة بسيطة أو الدكتور حتى يقول لك ياها وإنت عندك قلق من عندها بس أشوف أن هاي العملية راح تعدي على خير فإذا عندك عملية متخوف منها ما تريد تسويها توكل على الله وسويها وإن شاء الله مشافة معافة وما بيك أي شيء البعض من عندكم أشوف قلت لكم هنا إذا أشوف أكو آلام بالظهر عندكم البعض منكم يا برج الأسد عندكم آلام بالظهر وبالأكتاف بالأخص وهذا الشيء مأثر عليكم البعض الثاني أشوف عندك أرق ما قاعد تقدر تنام بسبب صداع ليصير عندك خاصة بالليل طبعا برج الأسد هامر إذا أقول لكم شغلة إنه حاولوا تحصنون نفسكم بهذا الشهر من الأعمال البعض من عندكم أكو عمل موقف كل تقدم بحياته موقف حياتك إذا كنت من الزوج حياتك الزوجية شوفها ما مستقر إذا كان بالعمل أشوف العمل هم قاعد يأثر عليه هذا العمل قاعد هو يعلق أمور بحياتك إن بقيها معلقة حاولوا إنه بهاي الفترة تحصنون نفسكم هوايا خلال هاي الأسبوعين بصورة يعني مشددة يعني أشدد عليكم هوايا إنه تحصنون نفسكم اللي يعرف إنه هو عنده عمل أو ممكن يتعرض العمل شاك بهتش موضوع فحاول إنه تتخلص من هذا العمل أو تحصن نفسك ضد الناس اللي عليها عين وحسد هم طاقة عين وحسد كلش قوية لأنه ممكن يكون عمل لناس وممكن يكون حسد ونفس قوي فحصنوا نفسكم برقية شرعية من العين من الحسد وإن شاء الله الأمور تعدي على خير لأنه أشوف عليكم طاقة حسد كلش قوية فشوف على الصعيد العائل يهمين الأمورك شوية تعبانة وممكن تكون عندك مشاكل هوايا بالبيت لبعض منكم عنده مشاكل وياه الوالدة صار لفترة ويحاولون أن يوصل حل وسط بينه وبينها ولكن يعني أكو عناد بالوضع عصاير ممكن تكون الوالدة معارضة موضوع معين أو تريد تفرض عليك شي معين أنت مرادة فدا أشوف المهم شوية أكو خلافات بينك وبين الوالدة ولكن الأمور يعني أتعدي على خير ما ماكو شي يعني يستوجب القلق الخلاف بسيط وأشوفه بسرعة يعني بسرعة يبدي وبسرعة ينتهي بالنسبة للوضع العاطفي جينا على الوضع العاطفي ومعرف شا أقول لكم المهم هسا خليني أبدي شوية على مود يعني من أثر على الكل طبعا القراءة عامة مستحيل تنطبق على الجميع هي تنطبق على فهم معينة منكم هم الناس اللي محتاجين هاي الرسالة فالقراءة طبعا العاطفية ممكن تكون عكسية بأكثر من فيديو قلت لكم إياها إنه ممكن تكون أنت وممكن تكون الشريك فأنا من أقرأ السيناريو اللي موجود قدامي أنت راح تعرف هو علي من ينطبق عليك أنت أو على الشريك لأن أنت أدرى بطاقتك أنا اللي أشوفها قدامي أحتي أشوف البعض من عدكم هاي طاقة طلعت يمي صراحة طاقة من الفصلين أشوف البعض من عدكم اللي من الفصلين أنتو صاروا لكم فترة طويلة ناهين علاقة بس العلاقة ما كانت منتهية بصورة تامة يعني كان ممكن أكو مراقبة أو يعني التواصل بينك وبين هذا الشخص ما مقطوع تماما أكو باقي خيط التواصل بينك وبينه هاي قلت لكم للمنفصلين واللي ممكن تتعاملون ويا برج السرطان والأكثر ويا برج ترابي لأن الطاقة غلبة ترابية فيعني ممكن يكون جدي لأن الجدي موجود هنا يمي واضح وممكن يكون سرطان ممكن يكون ثور أو عدراء أبراد شوائية موجودة بس طاقتك هي اللي مفقودة فاللي أحب أقوله أكو علاقة منتهية صار لها فترة أنت عندك أمل بهاي العلاقة ومتش نتغالقها تماما أكو خبر راح تسمعه عن هذا الشخص أو ممكن راح تشوفه من خلال مراقبتك لهذا الشخص راح تعرف هذا الخبر أنه هذا الشخص اللي تتعامل له ممكن يكون خطب أو تزوج أو على وشك أنه هو يتزوج الخبر قاعد أشوفه راح يأثر عليك وغاية والبعض من عندكم هذا الشخص اللي منفصل عنكم أشوفه عنده نوع من التلاعب طاقة هوائية موجودة أيضا هذا الشخص أشوفه متلاعب وما يهتم بالمشاعر قراراته مو صريحة ومو واضحة وما عنده توازن هو شخص مو متزم ممكن تكون أساسا طاقته هي طاقة شخص غير ناضج وكانوا يياكم أون أوف بالعلاقة هذا الشخص وكان يعني ساعة موجود ساعة ما موجود يوم يهتم واهتمامه عشرة على عشرة ويوم يختفي من حياتكم أساسا ما يبين يبتعد ويختفي فجأة وبعدها يرجع لكم وبكر شوق هذا الشخص قلت لكم هنا طاقة ترابية موجودة وممكن أيضا طاقة نارية فأشوف أنه هذا الشخص تخلى عن العلاقة اللي بيناتكم من زمن طويل وهو مشاعر أساسا يعني هنا وطاقته هو بالفترة الحالية هو متخلي عن مشاعر متخلي عنكم وأنت مشاعرك أساسا هي ورقة النهاية فأنت من بعد صفحة كنت ما قادر تغلقها راح تسمع خبر يخليك تغلق هاي الصفحة تماما لأنه الشخص اللي أنت قاعد تنتظره أنت عرفت مسبقا أنه هو عنده طرف ثالث وهو قاعد أشوفه متوجه الطرف ثالث متخلي عنكم وبسبب طرف ثالث موجود بحياته هو راح يختار الطرف الثالث وراح يصير عنده نوع من الاستقرار والزواج طبعا هاي لناس اللي منفصلين صار لهم فترة طويلة وكانوا ويا شخص متلاعب أو حتى شخص نرجسي إذا ردنا نقول الشخص النرجسي شنو هو الشخص الأناني اللي عنده نوع من برنوية يعني ساركو من الأخير شخص مسيطر متسلط ما يتقبل أنه هو غلطان وما يحترم مشاعر المقابلة يجرح دائما بالعلاقة دائما اونو اوف يبقى وياك ما تحس أنه أنت ثابت ويا بعلاقة شخص متلاعب عنده خيانة أنت هواية عانيت من عنده وبينك وبينه تعلق مرضي هذا الشخص كان ممكن صاير عبارة عن هوس بحياتك موجود أنت ما تقدر بدون تفكر بي خاصة ده كان برج جديد هنا فأشوفه أنه أنت شنوة ما تقدر تطلع من حياتك ما تقدر تفكر بشخص غيره هو ولكن هو آناني وما يفكر بمشاعر أشوف أنه هو متوجه بطاقته متوجهة الطرف الثالث غيرك وراح تعرف أنت بهذا الشي وراح تتخلى وراح تتحرر من الطاقة السلبية اللي كانت مسيطرة عليك بسبب هذا الشخص راح تتحرر منها بعد ما تسمع الخبر السلبي أو تشوفه ممكن من خلال مراقبتك إلى بالتواصل الاجتماعي أشوف أكو تغييرات للأحسن أكو صفحة بحياتك انطوات أكو تحرر راح تطلع تماما من هاي العلاقة وراح تتحرر من عندها ومن الطاقة السلبية اللي كانت مسببتها إليك فأشوف أنه هذا الشي بصالحك وخير إليك إذا تشنت بعدك ما سامع هذا الخبر وراح تسمعه أنا ما راح أقول إن شاء الله ما يتحقق لأنه أشوف أنت تتعامل ويا شخص أساسا هو مريض نفسي يعني فأشوف أنه هذا الشي راح يكونه بصالحك ثم بصالحك ما راح تسمع هذا الخبر راح تزعل شوية ولكن بعدها الأمور راح تتحرر من هاي العلاقة كلها أنت ومن سيطرة هذا الشخص السامع عليك لأن العلاقة اللي أنت تشنت بها علاقة سامة بينكم تعلق سام ومو صحية فأشوف أنه راح تتخلص منعدها إن شاء الله وراح تخطي خطوة إلى الأمام وراح تترك هذا الشخص وتترك الماضي كله وراك راح تبتعد عنه تماما وراح تغير المسار مثل ما نقول مسار الأمور كلها أنت راح تغيرها إن شاء الله فالمنفصلين إن شاء الله الشهر هذا يعدي عليكم بأخف معاناة أنتوبوا الجلاسة دا قوية وأريدكم تبقون أقوية وتحاولون هاي الأزمة تعدوها بأقل الخسائر لا تحاولون تتمسكون بشخص هو بايلكم ومتشاني مريحكم بالعلاقة هاي بالنسبة للمنفصلين أما بالنسبة للناس اللي مرتبطين بعلاقة وأكو رفض من ناحية الأهل سواء كان أهلك أو أهل الشريك أشوف أنه أكو تغييرات سريعة راح تصير بالعلاقة خلال هاي الفترة بينك وبين الشريك خاصة لأن الشريك هذا ممكن يكون بينك وبينه اختلافات بالمسافة بالطائفة بالدين ممكن حتى حالة اجتماعية وتفر يعني أي اختلافات موجودة بيناتكم أشوف أنه أكو اكتمال أكو أمور راح تتغير بصورة سريعة وبصورة مفاجئة الشريك شوية أشوفها تعبان صار لفترة ومعلق الموضوع وتاركها على الله يعني الأمور شلون تجي هي تجي أشوف أنه بالفترة الجاية راح ياخذ خطوة سريعة أشوف أنه هذا الشريك خاصة دولي للناس اللي عدكم رفض من ناحية أب أو أم وطاقة أب هنا موجودة عندي بالذات أشوف أنه هذا الشخص من بعد ما كان معلق الأمور وتاركها هي تشي على الله راح ياخذ خطوة سريعة تجاهك وأكو شخص راح يكون شون طرف ثالث يصلح الوضع أكو شخص راح هنا طبعا طالعا هي من هي بنية أو مو شرطة بنية وممكن تكون أخت وممكن تكون يعني عمه خاله بس ما أشوفها أم يعني مو كلش كبيرة بس أن هي أشوفها راح تدخل طرف ثالث بالموضوع تحاول تلين الأوضاع والأوضاع راح تلين فعلا وتغييرات سريعة راح تصير بيناتكم بالعلاقة العلاقة قاعدة أشوفها راح تنتقل للمستوى أعلى من المستوى اللي تشونت به من بعد ما تشونت متوقفة تماما وأنت عندك يأس منها فالحظوا ياك والجانبك والصالحك هاي الفترة أشوفها إنه هي فترة خير عليكم والأمور راح تتحسن أكو مصالحات وأكو البعض منكم يعني راح يصير شوية لين بالأوضاع يعني من بعد ما هذا الشخص كان قافل كلش أكو شخص راح يحشو يا يأثر علي ويحاولوا إنه يخليلين فالمعارضة مالتها راح تخوف بلكي منها شهر الثاني من نفتح لكم تكونون يعني وصلتم مرحلة خطوبة وزواج يعني ما شوف هسا خطوبة وزواج ولكن الأمور شوي شوي إذا شوفها قاعد تبدأ تتحرك للأحسن إذا تكون من صالحك خلال هاي الفترة الأمور فاتفائل حاولت لتزمي بتفائلك هاي الفترة أو هذا الشخص حتى إذا كان هسا بالفترة الحالية نسيت تعباني أشوف إنه لتة ثلاث حاولت أتخلى عنه أبقى متمسك به لأنه هو يحبك ورايدك ومتعلق بيك وراح ياخذ خطوة إذا إذا كان هذا الشخص بعدما ما أخذ خطوة ممكن أنت من تسمع الفيديو تحكي ويا هذا الشخص وتقول لي خلي طرف ثالث يحلي الموضوع عجوز نصيحة من عندي تغير حالكم وكل التوفيق لكم هسا خلونا نشوف شنو الشي اللي أنت ما متوقع حدوثه وراح يصير وياك خلال هاي الفترة الصراحة كل شيء ما متوقعه راح يصير هاي الفترة أكو تغييرات بحياتك مفاجئة راح تصير بهاي الفترة بعض منكم ممكن يتكون المنفصلين وحتى المرتبطين هذا سيناريو ينطبق المنفصلين التغيير اللي راح يصير لا تحاول تقاومان الانفصال اللي حيصير حاول أنه تعدي هاي المرحلة بأقل الخسار بأقل الخيبات لا تتعاني من أزمة خليها تمر بحياتك وتعدي وماكو ممكن يعني يقولون الحجي سهل على اللسان هو الحجي مو سهل ولكن التغيير اللي راح يصير هو بصالحك الخبر المفاجئ اللي راح تسمع اللي هو سلبي أكو بعده أمور كلها راح تتغير للأحسن فهو بالبداية خبر سلبي ولكن اللي بعدها راح يكون أمور كلها خير وبصالحك إن شاء الله أشوف أنه أكو شينتا منتظر صار لك فترة طويلة وراح يصير بصورة مفاجئة هاي الفترة أكو خبر مفاجئ راح تسمعه البعض منكم خبر سلبي وهذا الخبر السلبي اللي راح يصير بعدها مباشرة من راح تقعد من نومك على هذا الخبر بعدها مباشرة أكو خبر إيجابي أو تغيير إيجابي راح يصير بحياتك فعندك خبرين واحد سلبي واحد إيجابي السلبي راح يكون قبل الإيجابي فأنت حاول أنه من يجيك الخبر السلبي لا تتأزم ولكن انتظر الخبر الإيجابي اللي راح يصير بعدها لأنه البعض منكم أشوف أنه هو ممكن شان منتظر حق يرجع له للناس اللي عندهم محكمة لأن هنا ايضا هالورقة ورقة حكم أو محكمة إذا شنتوا منتظرين حكم محكمة فأشوف أنه الحكم راح يكون بصالحكم ومن جانبكم وراح تفرحون به النصيحة اللي طلعت لكم اليوم بالتارو النصيحة تقول لك أنه حاول لا تتمسك بالأشياء بقوة هاي بالنسبة للمنفصلين يقول لك حاول أنه لا تتمسك بالأشياء بقوة لأنه الشيء كل ما حاولت أنه تتمسك بأيدك بالقوة تتمسك بي راح يروح من إيدك يبتعد فحاول تترك الأمور بهاي الفترة على مجراها تمشي يعني حاول لا تتخذ أي موقف بهاي الفترة قراراتك أجلها لحد بداية الشهر الثاني إن شاء الله يعني الأمور تبدأ تتحسن حاول أنه بهاي الفترة أوضاعك المالية والعملية بصورة خاصة حاول أنه تحافظ عليها حاول أنه تقلل من مصارفك حتى ما تعاني من أزمات مادية يعني بعض منكم معاني من أزمات مادية بالفترة السابقة حاول أنه تحافظ على أموالك بهاي الفترة إذا كانت متزوج وعندك مشاكل عائلية وحسا صاير رجوع بناتكم الناس اللي قلت لهم بالبداية السيناريو هذا حاول أنه تحافظ على استقرارك تحافظ على عائلتك ولا تخسرها فالنصيحة تقول لك أنه لا تحاول تحافظ على الأشياء اللي تعرف أنت بيها غلط ولا تحاول تسيطر عليك كل الأمور خلي الأمور تمشي على مجراها وإنت أسمح لنفسك بهاي الفترة أنه الأمور تمشي هيش تبقى خليها على الله يعني لأنه أول وتالي الخبر هذا السيء اللي راح يجيك راح ممكن يعكر مزاجك شوية أيا كان هذا الخبر هو من الشخص الثاني يختلف بعدها أكو تغيير كل شيء إيجابي راح يصير بحياتك من بعد هذا الخبر السلبي أكو شيء شبير راح يصير وهذا شيء إيجابي وبصالحك فحاول أنه تخلي الأمور تمشي على طبيعتها يعني لا تأزم الأمور اتقبل كل الأخبار اتقبل كل الأحداث اللي راح تصير لا تحاول أنه توقف عائق إذا كان أكو تغيير أريد يصير بحياتك لا تحاول تأجل هذا التغيير أخذ خطوة هنا هاي هم الورقة معناها تيك أكشن فأنت أخذ خطوة حاول أنه تاخذ خطوة إلى الأمام وتحسن الأوضاع اللي إنت إذا تشوفها غلط إذا كانت هاي علاقة قديمة منتهية فأخذ خطوة إلى الأمام انساها خليها ورى ظهرك وابدأ بداية جديدة وأنت راح تستعد سيطرتك وردي الأسبوع الرابع إن شاء الله يعني نهاية هذا الشهر أنت راح تستعد سيطرتك مرة ثانية راح ترجع لك بس حاول أنه تحافظ على الأشياء اللي عندك وأسرارك خليها لنفسك لأنه عليك طاقة حسد وطاقة عين قوية فحاول أنه ترقي نفسك وتحافظ على الأشياء يعني استعانوا على القضا حواجكم بالكتمان إذا عندك حاجة تريد تقضيها لتحكي بها لأي أحد لأن هنا أكو أخبار إذا تشينت تعرف أنه أكو شخص دي ينقل كلام عنك حاول أنه هذا الشخص تطلع من حاتك أو تخليه عد حد لأن أكو نقل أخبار يعني أنت بهاي الفترة هي كلها مرحلة أخبار بس أخبار 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 إجابية أخبار سلبية نقل كلام من شخص الشخص ولا تصدق أي شخص يجي ينقلك كلام عن شخص ولا تتمواشى وياه بالحديث أبد حاول أنه تكون حيادي وابتعد عن التطرف وابتعد عن نقل الكلام أيضا لا تنطي مجال أحد ينقل كلام قدمك ولا أنت تنقل كلام الأحد فكل التوفيق لكم برج الأسد إن شاء الله إذا أقول لأحداث السلبية ما تصير الحدث الإيجابي ما راح يصير فهذا الخبر اللي راح تسمعوا مهما كان أشوفكم بعد خبر إيجابي ثاني راح يجيكم بس هذا الخبر ثاني راح يكون بشارة فحاولوا تفكروني بإيجابية كل التوفيق لكم وإن شاء الله هاي الأسبوعين تمر عليكم على خير وطاقة خف ويصيروا ياكم كل شيء إيجابي وتستعدون قوتكم لأنه برج الأسد أساسا هو برج القوة ورقتك بالتارو سترينث ورقة القوة فأنت قوي هاي الأحداث ما راح تأثر عليك أنت قادر أنه تتخطاها وقادر أنه تسيطر على أوضاعك وعلى موقفك بالفترة الحالية كل التوفيق لكم وإذا عجبكم والفيديو سووا لايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم ومشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات